وإلى البرصة المصرية مشاهدين التي أنهت التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط من مبيعات المتعاملين للأجانب بينما مال التعاملات العرب والمصريين لأشراء على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة بلغت 3.63% ليغلق عند مستوى 10.890 نقطة كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 9.200% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة فيما تراجع أيضا مؤشر EGX 100 بنسبة بلغت 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي مشهدين 15 جنيه 66 قرشا لأشراء مقابل 15 جنيه 75 قرشا للبيع فيما يسجل اليورو 17 جنيه 50 قرشا لأشراء مقابل 17 جنيه 62 قرشا للبيع فيما وصل الجنيه السروليني إلى 21 جنيه لأشراء مقابل 21 جنيه 14 قرشا للبيع كما لوصل بيئة العملات العربية يسجل الدرهم الأمريكي 4 جنيه 26 قرشا لأشراء مقابل 4 جنيه 29 قرشا لأبيع فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيه 17 قرشا لأشراء مقابل 4 جنيه 20 قرشا للبيع إلى أسواق المعادن النفيس حيث وصعدت أسعار الذهب بحوالي 27 جنيه ذلك في أسوق المصرية ذلك عقب ارتفاع سعر الذهب على أسعيد العالمي إلى مستويات وصلت إلى 19666 دولار بسبب الهجوم الروسي على أوكرينيا على أسعيد المحلي يسجل ذهب 18 737 جنيه للجرام الواحد فيما يسجل ذهب عيار 21 860 جنيه للجرام فيما يسجل ذهب عيار 24 982 جنيه فيما وصل سعر جنيه الذهب إلى 6880 جنيه وإلى أسواق البترول العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط بسبب الهجوم الروسي أيضا على أوكرينيا الذي دفع الأسعار إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل ذلك للمرة الأولى منذ العام 2014 وارتفع مزيج برينت إلى 8.76% إلى مستوى 105.28 دولار في 2014 سعر برميل الخام الأمريكي بنسبة بلغة 8.59 في المئة إلى حاجز 100 دولار تقريبا